سماء سوريا مسرح للطائرات الإسرائيلية وهي تقصف مواقع النظام والميليشيات الموالية لإيران وآخرها قصف صهاريج نفطية كانت مهربة من العراق إلى سوريا بحماية الميليشيات ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها العملية الأخيرة جزء من غارات نوعية في مجملها استهدفت مستودعات أسلحة ورؤوس صواريخ ومنظومات دفاع جوي تابع لإيران والميليشيات إضافة إلى قصف نقاط رصد متقدمة لميليشي حزب الله اللبناني وفقا لدراسة أجراها مركز جسور للدراسات والأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الأشهر الماضية لكن التصعيد الإسرائيلي الأخير يأتي ردا على استمرار قدرة إيران على تأمين خطوط إمداد لنقل الأسلحة ولوازم التصنيع اللوجستية بين العراق وسوريا ولبنان في إطار مساعيها لتحويل هذه البلدان إلى قاعدة عمليات متقدمة ضد إسرائيل وبحسب محللين فإن تصعيدة الأبيب جاء بالتزام مع انشغال روسيا في حرب أوكرانيا واستنادا لاتفاق مسبق بالسماح لإسرائيل بتنفيذ ضربات عسكرية لمواقع إيرانية أو للنظام السوري في سوريا وبالتوازي مع تلك التطورات تستمر المحادثات النووية بين طهران والغرب بقيادة أمريكا من أجل الضغط لتجديد الاتفاق النووي السابق ودفع إيران للتخلي عن برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية وإلا فإن البديل هو التهديد بقصف المواقع الإيرانية في العراق وسوريا وحتى المفاعلات النووية في إيران ويبدو أن المصالح الروسية في استمرار القصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا ملموسة بالنظر إلى الصمت الروسي عن القصف كما أن موسكو لا تريد مواجهة إعلامية مع إسرائيل وهو ما يتيح لإسرائيل حرية تنفيذ ضربات عسكرية على مناطق النفوذ الإيراني في المنطقة موسيقى